اشتركوا في القناة انك عم بتحيول تشوف النص الملي من الكباية الثور تطور ليفت بحياتك العملية الثور اليوم بيمضي على عمل جديد بيوقع على حدث جديد بيوقع على انتقال جديد ولكن ما تعتلهم ابدا لانه الانتقال راح يكون بما كانه السليم الجوزاء ما كانك راوح لا تقدم يذكر بالنسبة للعمل ولا تقدم على الصعيد العاطفي بعدك محلك مسمر محلك ما عم تقدر تقوم بهذا الخطوة يلي ممكن تودك الى خطوة لاحقة ثم خطوة ثم الخطوة ولكن الحلو فيك انه صبور ولازم هيدا الصبر تتكلل فيه تلي تنهار حتى لو جبهتك بعض الثغرات والى السرطان يلي اليوم حاسس حاله هو بيدراي بكل الامور حاسس حاله البوس اذا بدكن يلي قادر فعلا ياخد القرار بالمكان المناسب فانت اليوم الشخص المناسب بالمكان المناسب ولكن حذاري من الكلام الجارح لانه دايما نحن منقول جرح العملية بيطيب ولكن جرح الكريم عمره ما بيطيب الاسد صباح الخير برغم من التعب برغم من بين هلالين احيانا الشقة يلي عم تتكبدوا بالعمل اليوم الابتسامي راح تكون من هيك تلايي وشك حتى لو انت ما بدك تبتسم وكأنه حدا عم بيقلك لأ ابتسم لانه الجي افضل واليوم وجهك منور بابتسامي كله عطاء كله محبة وكله سحر فما تبخل على الاخرين بابتسامتك الحلوي صباح الخير للعزراء يلي الحلو فيه عنده ثقة بالنفس تيمة كتير هيك قد حاله وماسك حاله وبيعرف شو بده وما كتير اليوم راح يرد على الآل والإيل وحتى اذا حدا قاله انت رائع انت بتجنن بيقله شكرا لألك حتى اذا حدا قاله انت ما انك ميح بنظرنا وما عم بتعمل شي بيقله شكرا وبيمشي لانه هو بيعرف حاله وبيعرف شو بده وما بيهمه كلام الناس لا هلأ ولا بعدين الميزان بيحاول هيك يتسلل اليوم ليثبت حاله اكتر ضمن المجموعة او ليبين للاخرين ان هو مهم او ليبين للاخرين انه انا قادر ما تاخد اساليب ملتوية بالتعاطي مشي بخط مستقيم وبتفكر انه انت يعني اللي بتقدر تعمله غيرك ما بيقدر يعمله كل انسان عنده افاقه بالتحليل وبالحوار وبالوصول الى القمة ولكن كل واحد عنده اسلوبه العقرب حان الوقت لتنفض عنك غبار مبارح واولت مبارح وتنطلق لتحقق اليوم امور جديدة اول شي اذا بدنا نحكي عن الحب بمر ما الحب وتاني شي بالعمل اليوم رح تحقق امور يمكن اعجزت عن تحقيقها بالقاونية اللي سبقت ونصل الى القوس الطموح اليوم عنده طموح كتير كبير بالوصول والحلو عم بيسعوا وعم بيشتغل في كتار من الناس بيسعوا بس ما بيشتغلوا هو اليوم بيسعى وبيشتغل تيتبوأ اعلى المراكز وقد تصل اذا الى هالمراكز ولكن اهم شي اهم شي بدك تقدر تستوعب حتى الامور الصغيرة اللي بتمرق معك معلشي لو ضيقتك اعتبره امور صغيرة ومرأة جدي يحور بطريقة دقيقة كتير دقيق بالتعاطي مع الاخرين كتير حوار ومثمر وماشي بوطيرة تسعودية وما حدا ممكن يوقفه هلا اكيد ممكن يسمع انه انت معا بتقوم بالامور الكاملة او لازم تكون كامل اكتر نحن بدنا نقولك جلما لا يخطئك الانسان بحياته معرض للخطأ ولكن الشاطر يلي بيتعلم من خطأه وانت شاطر واكيد بتتعلم من اخطائك الى الدلو بحاجة انه يموه شوي انه يكسر حدود الروتين دايما نحن منقول عن الدلو اكتر شي بيكسروا بالحياة الروتين القاتل والمدمر ما فيه يعيش حياة روتينية ما فيه دايما يتخبط بالروتين دايما بده شي جديد دايما بده اثاق جديدة اليوم انت بدك تكسر هالروتين فما تطلب من الاخرين يساعدوك لانه انت قائد نفسك وانت بتعرف كيف بدك تطلع بافكار جديدة ومفيدة الحوت الحلو بالحوت اليوم انه بالرغم من يمكن حالته المدية او الصحية شايف شي جديد شايف انه هناك تقدم معين وعم يشتغل عليه الحلو بالحوت انه حتى لو كان فيه صعوبات بيضل مكفى حتى لو فيه بعض الثغرات بيكفى ما حدا ممكن يخليه يقف مكانه وهذه شغلة فعلا تشكر عليها منرفع لك القبعة ومنقول لك برافو عليك برغم كل العثارات بعدك متابع بواتيري جيدة فبرافو عليك قبل ما نحكي عن مولود اليوم ونقول هابي بيرست داي اسمحولي وجه معايدة كتير 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 كبيرة لكيت مخايل كيت البنوت الحلوة المهدومة هابي بيرست داي عقبال المية السنة مني ومن اسرة الو تي في ومن اسرة يوم جديد كمان من رامز زميلنا بالو تي في بيقلك هابي بيرست داي عقبال المية السنة خالو رامز واكيدة كلنا منتمنى لك تطفي شمعة قديمة وتضوي شمعة جديدة تنور لك كل حياتك يا كيت هابي بيرست داي كيت مخايل مولود اليوم متفائل عنده الصعوبات تزلل عنده الأمور المستعصية لا وجود للأمور المستعصية دايما بيحاول يشوف النص الملايين من الكبيرة يتوجه بالأسئلة والاستفسارات يمين وشميل دايما بيحب يستفسر ويسأل ويعرف عنده حشرية ولكن حشرية مهضومة ما بيزعج الآخرين بحشريته أفكاره جديدة العيلة بتجي بالمرتبة الأولى ما بيهمه أخوال الآخرين وأهم شيء هو إنسان متطلب بالأمور العملية ما بيرضى بإنصاف الحلول بده كل شيء يكون كامل على الصعيد العملي تحيتنا لكل موليد اليوم ينعاد عليكم واخي طيما مسك مع عباس عباس عربي وبيعني الأسد وقد يأتي بمعنى الصارم والجدي عباس كيف شخصيته لعباس لكل شاب بيحمل هالاسم عباس متمسك بالعادية والتقاليد طيب القلب دايما في اللسان يتمتع بكل صفات الرجولي عنده عدد كبير من الأصدقاء متفائل محب محبوب زكي بالفترة يبتعد عن المكر والخضيع واللف والدوران بيتقبل الخسارة مثل ما بيتقبل الربح كريم صادق عنده أسلوب بخاص بالتعبير عباس بيقدر المرأة وفعلا بيشوف فيها الأنوسي والأم تحيتنا لكل عباس عم بيتابعنا هذا كل شيء أصدقائنا المشاهدين ضمن برج اليوم هلأ منروح لناخد بريك صغير وبيرجع زميلة إليح وشان بينضم للكون تباعا إلى الفسحة